تحضى قوة دفاع البحرين بدعم متواصل من القائد المؤسسة حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ويرجع الفضل لجلالته فيما وصلت إليه قوة الدفاع من تطور مميز في مختلف المجالات قوة دفاع البحرين درع الوطن العتيد الذي قام على سواعد رجالات البحرين الأوفياء ذاك الرعيل الذي حمل راية الحق ولم تبرح الراية مكانها خفاقة شامخة تحميها قوة الإرادة وتحفها التضحيات الكبيرة وعزيمة الأبطال بقيادة عاهل البلاد المفدة ولي العهد آنذاك الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ضمن خطة تنموية شاملة اتسعت لمختلف المجالات في البلاد وعلى رأسها القطاع العسكري ففي عهد حضرة صاحب الجلال الملك المفدة القائد الأعلى شهدت قوة دفاع البحرين نموا مضطردا وتوسعا ممتدا بجهد دؤوب وإرادة واعية وقراءة واقعية للحياة الجيوسياسية للمملكة والمنطقة مستفيدة من خبرة الحاضر وتجربة الماضي العريق والرؤية الناضجة للمستقبل هذا النضوج والإرادة العسكرية أدى لتحقيق أهم هدفين لهذه القوة العتيدة أولهما استدامة وإمداد قوة الدفاع بالثقة العسكرية الحديثة من الأسلحة المتطورة والعتاد الحديث لتمكينها من بسط الاستقرار في المملكة الدفاع عن حدودها وحفظ مكاسبها ومواردها وسلمها الأهلي وأمنها الوطني والهدف الثاني هو بناء وتطوير العنصر البشري الذي يعتبر الثروة القومية والعنصر الفاعلة في التنمية والرقي والازدهار والبناء استعاب التجديد للتكنولوجيا وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يعود على الوطن والمواطن بالازدهار والنماء والرقي الفترة الزاهرة لعهد صاحب الجلال الملك المفد القائد الأعلى تمثل طفرة في تاريخ قوة الدفاع في مسيرتها التطويرية فقد حققت نموا بارزا كما وكيفا لشتى أسلحتها البرية والجوية والبحرية والإسنادية في وحداتها الإدارية والصحية والتقنية والهندسية والقانونية والتدريبية حتى غدت قوة في مصاف القوات المسلحة على مستوى المنطقة ونالت الأعجاب والثناء وأثبتت إمكانياتها العسكرية والإدارية والتدريبية والقدرة التنظيمية والتكاملية لأسلحتها المختلفة فقد تضاعفت قدراتها القتالية من خلال التمارين المشتركة الإقليمية والدولية ونتيجة لهذا الدعم المستمر من لدن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين أصبح المستوى القتالي لمنتسبي قوة الدفاع اليوم يضارع مثيله في أرقى الجيوش الإقليمية والعالمية إعدادا وتنفيذا يرافقه تطور متنام يشهد له الجميع في مهارات وكفاءات منتسبي القوة على المستوى الإداري والفني ترجمة نانسي قنقر